في أقصى أقليم كردستان وبرعاية إدارة زاخو المستقلة انظمت دائرة الثقافة والفنون ونقابة الفنانين حفلا فنيا في ذكرى انطلاق الانتفاضة أذار ومرور 31 عاما على تحرير زاخو من النظام الدكتاتوري العراقي وذلك بحضور جماهيري كبير ورسمي اليوم بمناسبة ذكرى الحادي والثلاثين لاندلاع انتفاضة أذار المجيدة الانتفاضة التي قام بها الشعب الكردي نهنئ الشعب الكردستان بشكل عام وأهالي مدينة زاخو بمناسبة ذكرى الانتفاضة الانتفاضة شارت ناجحة أنا كنت واحد من البيشمرقة بوقت الانتفاضة بالبداية حررنا المناطق اللي كان بيها جيش أسرنا جيش العراقي كثيرا يعني صراحة ما أذناهم ولا قتلنا واحد من الجيش تخللت الاحتفالية القاء لكلمات تجسد دور الانتفاضة كردستان إضافة إلى افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض علمي تجسد ابتكارات الطلبة لتكون رسالة كردستانية شاهدة على طريق المعرفة سبيلا بالناسبة الانتفاضة احنا فتحنا هذا المشروع الكامل متكامل على مود البيشمرقة وبمناسبة هذا الشي احنا نريد نفيد الموجودين هنا بزاخو المشروع مالتنا كله عن انه المريض نفحص له السكر الدم اللي موجود عنده ونفحص له الضغط مات الدم ونفحص شلون وزنه وطول مارته إذا مفيد يستفاد من عنده إذا صحي أو لا اليوم نهن الشعب الكردي بهذه المناسبة الجليلة العظيمة هي الانتفاضة الكردية على الظلم التعصف المرأة لها كان دور مميز في هذه الانتفاضات تلك الانتفاضة كانت رغبة لإرادة الشعب كردستان نحو مستقبل زاهر وكانت ثمرة لنضال وتفحيات البشمرقة التي ساندتها فعاليات الجماهير والقوميات الكردستانية المنتفضة ني نجلة سندي زاكروز تي في زاكو